رامي عبد الرحمن موجود؟ موجود إذن رامي أسأل عن مسألة أن لا تكون هناك ذريعة لدول تريد أن تقدم المساعدة من الأوروبيين والغرب تحديدا في مسألة أنه كيف ستصل؟ ستصل في مناطق خاضعة للنظام ثم تنقل إلى هذه المناطق الخارج عن سيطرة النظام يعني بمعنى الآن الصوت الإنساني هو الصوت الوحيد الذي يجب أن يسود ويضغى نعم منذ الدقائق الأولى عبر شاشة الحدث والعربية قلت بأن الصوت الإنساني يجب أن يكون الصوت الوحيد بعيدا عن السياسة والعسكرة والحل الوحيد مثلما أنا أتفق مع الضيف الذي ذهب الآن مطار حلب الدولي هو المنطقة الوحيدة قلتها عدة مرات أمس على العربية والحداث بأن مطار حلب الدولي هو نقطة الارتكاز الوحيدة التي من خلالها يمكن وصول مساعدات إلى جميع المناطق الخاضعة على سيطرة المعارضة الخاضعة على سيطرة النظام الخاضعة على سيطرة الأتراك شاهدنا بالفعل أن هناك طرقات غير قابلة لاستعمال الآن أو لسير المركبات عليها في تركيا عند الحدود السورية التركية هل الحل الوحيد أن نقول بأنه لا يجد إمكانية أم نستخدم مطار حلب الدولي رغم كل الحصار أو ما يعرف بالعقوبات الأمريكية العقوبات الأمريكية يجب أن تكون أخلاقية وليست غير أخلاقية عندما يتعلق الأمر بإنقاذ أرواح السوريين يجب أن تكون العقوبات الأمريكية مجمدة العقوبات الأمريكية هي بالأساس هي موجهة ضد النظام إذا ما استخدمت ضد الشعب السوري فإن إنسانية الولايات المتحدة الأمريكية وإن إنسانية الأوروبيين من هنا من القاهرة أمس قلت وطلبت الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون هناك جسر جوي ما بين القاهرة ومطار حلب الدولي ولم أقول مطار دمشق الدولي لأن مطار حلب من خلاله يمكن أن توزع المساعدات على أبناء الشعب السوري وليس من خلال مطار دمشق بعد ذلك نحتاج إلى مازوت والغير موجود من أجل وصول المساعدات من دمشق إلى حلب وقد تكون وتطول وتخضع لحواجز الفرقة الرابعة وغيرها وأنت تعلم الكثير عن هذه الحواجز الآن النقطة الوحيدة لوصول المساعدات مطار حلب الدولي غير ذلك تكون تجارة إعلامية بقضية مساعدة أبناء الشعب السوري نعم طب عمليا حتى اللحظة رصدتم أنه في تلك المناطق الآن فعلا يعني وضعت كل المساء الأخرى جانبا والتكاتف الآن حاصل إنسانيا خاصة أنه نتحدث عن أبناء شعب واحد الآن التكاتف التضامن تقديم المساعدات طيب تضامن نعم نعم تضامن يعني أمس ما قلنا أنه الآن لا مواري ولا معارض لا عربي ولا كردي لا حسلم ولا مسيحي لا سني ولا علوي هم أبناء الشعب السوري وبالفعل حقيقة الأمر الذين توفوا نتيجة الزلزال كانوا من كامل شرائح الشعب السوري ومن كامل الملاطق السورية حتى أبن درعة توفي في الزلزال في إدلب أبن دير الزور أبن الملاطق السورية مختلفة الآن على النظام بشار أسد يعني أنت داخل بلد واحد وتوجد معابر بين المنطقة والأخرى لماذا المعابر في القضايا الإنسانية؟ المعابر يجب أن تزول بالقضايا الإنسانية يجب أن تصل المساعدات إلى هؤلاء المنكوبين في إدلب المنكوبين في ملاطق عفرين المنكوبين في كامل التراب السوري المنكوبين في حلب النظام بداية لم يطلب مساعدات قال بأنه قادر على الإغاثة وإذا به يتمين بأنه غير قادر على فعل شيء وأن إمكانيات النظام غير قادرة على مساعدة أبناء الشعب السوري والمحزن المضحك بأن أحد المتطوعين أمس لديه سيارات إصعاف في أحد المشافر الخاصة قال يا أخي أنا المازوت انتهى من عندي من لديه مازوت فليساعدنا من أجل إكمال عملية إصعاف المصابين في المناطق التي تهدمت شكرا لك من القاهرة مدير المصطد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أذهب إلى ضيفي الدكتور عباس دكتور عباس الآن مسألة